بداية كده يا دكتور عايزين نتكلم على السن المناسب دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه في العصر اللي احنا فيه لمرحلة البلوغ امتى البنت تقدر او امتى البنت وممتها كمان تتوقع نزول الدورة الشهرية عندها بصي هو المرحلة دي بتبتدي تقريبا من سن 10 ل 13 سنة واحنا الوقت ما بيغيرش الوقت نفسه ما بيغيرش توقيت نزول الدورة احنا من زمان البنات كلهم كده بس هو دلوقتي بقى الوعي والثقافة العامة بتخلي الناس تبتدي تشوف الحاجات دي وتفكر تحصل ازاي والتواصل مع البنات فهي البداية من 10 ل 13 سنة مرحلة البلوغ بتاخد من 3 ل 5 سنين بداية من ظهور شكل السادين بالشكل اللي هو بتاع البالغين تبتدي بعد كده شوية يظهر ظهور الشعر اللي تحت الابت والعينة وبعد كده ينتهي البلوغ بمرحلة نزول الدورة الشهرية كلام ذا دي مرحلة تاخد من 3 ل 5 سنين حد اقصى بداية من 10 ل 13 سنة مع اختلاف البداية بتاعتها يعني لو بتادت 10 سنين ممكن عن 12 سنة يكون جاءت لها الدورة الشهرية لو بتادت مثلا وهي عندها 12 سنة مثلا سرينجي 15-16 سنة جاءت لها الدورة الشهرية لكن التغيرات في الهرمونات بتاعت البنت وتغيرات جسمها دي اول حاجة بتدل على بداية مرحلة البلوغ لكن مش زي ما كتير جدا من الامهات فاهمين انه بداية الدورة الشهرية هي دي بداية مرحلة البلوغ لا دي اخر مرحلة في مرحلة البلوغ يعني دي نهاية البلوغ خارس لما يضبط الكلام ده تغيرات الهرمونات اللي بتخليها تاخد الشكل الانسوي بتاعت البلوغين اللي هي بداية زي ما قلت من ظهور شكل السديد في الصورة الكاملة زي السائدات طيب المرحلة دي دكتور شوية بتبقى مرحلة متلغبطة عند البنت ومتلغبطة عند الامن حضرتك بتقول انه المرحلة دي بتبدأ من مثلا عشر سنين لغاية تلتاشر سنة على حسب كل بنت اولا هي ليه بتختلف من بنتل التانية على حسب ايه بتختلف بدايتها من بنتل التانية فيه اسر بتلاقي بدايات البريد معاهم ببدي فيه ريسز او اجناس بتلاقي بدايات البريد بتاعتهم لها عمرة تقريبا متقارب بتختلف من وزن البنت يعني الوزنه كتير جدا للدهون نسبة الدهون في الجسم تفلق ما هي الجيلة البريد بدري ولا لأ بتختلف حسب الحالة العامة بتاعتها عندها اي مشاكل صحية عندها اي امراض في بعض الغدد الوخرة كل دي اختلافات بتخلي فيه كرق بين واحدة والتانية مع بدايات نزول الدورش معلش دكتور حدي بتقول نسبة الدهون لو نسبة الدهون عالية تجيبها بدري او تبدأ المرحلة بدري جدا 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 يعني احنا عندنا فيه هرمونين الهرمون الانساوي والهرمون الذكوري الهرمون الذكوري بيطلع في جزء منه بيتحول الهرمون الانساوي في الدهون اللي موجودة في الجسم لو انا ما عنديش نسبة الدهون دي تقريبا مثل حوالي 17 تمام جسم البنت لو ما وصلتش المرحلة دي ممكن الهرمون الانساوي بأوليل شوية ما يبتديش الدورة بدري زمائي الموجودة عشان كده تلاقي بنات نحيفة جدا جدا ودي ما تبتديش معهم الدورة الشهرية ما تبتدور بيتأخروا لحد ما حتى ساعة يقولنا انه لهم يعني اتخانوا شوية سروح لدكتورة تغذية نحاول زودة الدهون شوية عشان ده بيساعد ان الهرمونات دي تتزبط وتطلع وبعد كده تتيجي الدورة الشهرية ان شاء الله طب يعني ده عند البنات يا دكتور اللي هما نسبة الدون عندهم قليلة بالزيادة لكن لو نسبة الدون عالية بالزيادة يحصل برضو تأخر لو كان لها مش سبب او مشكلة في الهرمونات بتاعتها زي مرض تكايس المزيادين مثلا احيانا ده بيحاصل ويبع عندهم سنة زيدة اوي 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 ده بيخلد احيانا الدورة ما تبتديش بدل وتتأخر معهم شوية وحتى لما تبتدي الدورة بجلهم ويبتبهاش منتظمة ويبتبه متأخرة دايما على سنة دي مشكلة تكايسات المزيادين السنة المفرطة لو معهاش اللي اخبطت في الهرمونات ساعدتها بتبقى لبداية الدورة الشهرية مع عدد ما فاش مشكلة طيب السن ده يا دكتور ما كانش كده من عدد من السنين يعني انا فاكرة انه وقت مرحلة البلوغ في الاجيال بتاعتنا احنا او كمان الاجيال الابينة كانت متأخر عن جدا شوية هل فعلا ده ده يعني ده كان حاصل ولا بدي اختلافات في القراءة والسن هو هو من بدري ما انا مش كده انا قلت الحضراتك غالبا لو ارنس اقول وعد والثقافة اللي خلت الناس بتادي تتكلم عن الحاجات دي خلت الناس تبع عرف الوقت والسن بتاعة الدورة الشهرية امتى وبيتدو بدري والكلام ده كله لما كان الكلام ده كان بيحصل زمان وممكن بنت حتى في قصرتها محدش شعرت يعني كان فيه مرحلة من الكسوف والخجل ايه متخل الكلام لما دلوقتي بيت كل حاجة في الميديا كل حاجة معروفة وفي بداية المرحلة دي اعتقد كثير من الامهات بتقعد مع بنتهم تبتدي تتواصل معها وتعرصها يحصل كذا يحصل كذا ده ان بكنتش يوردي عرفت كلام ده من الدراسة او من الميتة او كلام ده كده طيب دكتور اكيد في المرحلة دي بيحصل عند البنت لغبطة فكريا ونفسيا يعني في دلوقتي مرحلة صغيرة او هي البنت صغيرة لقيت شكل جسمها بيختلف لقيت ملامح حياتها كلها كده بتختلف حدث زي ما قلت بدأ صغور الشعر في بعض مناطق في الجسم فالبنت بدأت تحس انه انا مفروض عايشة مرحلة طفولة لكن ملامح شكلي وملامح جسمي تدخل في مرحلة البلوغ او مرحلة البنات الكبيرة فالبنت هنا بتبقى مش عارفة تعمل ايه اولا انا عايزة اعرف المفروض الام تبدأ تتكلم مع البنت من امتى تقريبا عشان تبدأ تأهلها نفسيا للمرحلة دي يعني انا فقط من سنة عشر سنين ده جوة مناسب وكافية هي تبتدي تتكلم معها لانه دوت ببقى ساعتها هي خلاص وصلت المرحلة ان هي تقريب تفهم الكلام ده وما كانتش يوريد درسته في البيولوجي في المدرسة وكلام ده وتبتدي تفهمها مراحل البلوغ وبتبقى كذا وكذا وكذا والمرحلة ديت مرحلة احنا لازم نعدي بيها كلنا وممكن يبقى فيها شوية الترابات نفسية ممكن معذيات الدورة شريدة في قلم ممكن تبقى منزل في اي وقت ممكن ممكن في الكلام ده كله ودي حاجة مسهاش خجل ودي مرحلة طبعية كل البنات بتعدي بيها التغيرات الهرمونات بتغير البيهزير بتاعهم شوية والسلوب بتاعهم شوية وبتخليهم حتى يعني عاوزين يحسوا بقى باستقلالية ان هم بقوا كبار وان هم ممكن يعتمد عليهم وبيعملوا حاجتهم بنفسهم شوية يعني التغيرات كده تحسسهم ان هم عاوزين يبقوا شخصية مستقلة والكلام ده كله بعيدا عن المرحلة اللي هو التعامل مع الطرف الاخر مع الجنس الاخر مع الولاد والكلام ده كله ودي كل الحاجات دي على فقد اللهم هات هي التي يرول فيها يعني هي لازم تتكلم وتعرفهم وتعاملاتنا تبقى في اي مدى مع الاولاد والكلام ده كله عشان ما يبقاش فيه بس مزج بين الصح والغلب صحيح هي التي تستقل معرفة من الام ممكن من الكنيسة ممكن من المدارس الاحد ممكن من الكلام ده كله ودي الجزء النفس المهمة بقى في الموضوع في الموضوع طيب حدرتك قلتيني دلوقتي انه نسبة الدهون في الجسم ليها علاقة الى حد كبير بالمرحلة كلها او مرحلة البلوغ فيه اسباب تانية بتسبب تأخر مرحلة البلوغ او تأخر الدورة الشهرية عند البنت غير موضوع نسبة الدهون دي الحاجتين المهمين جدا لازم الناس تبقى نسرقة بينهم في سن في نزول الدورة الشهرية احنا عندنا سنين مهمين جدا بعدهم لو ما حصلش الكلام ده لازم الام تستشير الطبيب لو سن 14 سنة او 16 سنة 14 سنة في حالة عدم ظهور اعراض سنوية اللي هو كبر حجم الساديين وتأسيمة الدهون في الجسم والشكل اللي هو وظهور الشهر بتاعة الابة والعينة والكلام ده لو ما ظهرش الكلام ده لحد سن 14 سنة ومجانش الدورة الشهرية ده لازم دهون تستشير الدكتور بتاحها على طول لحد 16 سنة لو الكلام ده كان ظهر ممكن نستنع في حالة ظهور الاعراض السنوية الجنسية عند البنت لحد 16 سنة ساعتها لازم نستشير لو ما ظهرتش الدورة الشهرية لازم نستشير دكتور الناس اه يعني عند سن 14 سنة محتاجة بس نوضح المعلومة تاني عند سن 14 سنة لو ما ظهرتش تغيرات جسمية اه تمام ساعتها لازم نلجح لدكتور الناس احنا كده البنت دي عندها المشكلة اه لما عند 16 سنة لو ظهرت الحاجات دي ممكن نستنع سنة لحد 16 سنة المشكلة بس ان احنا لحد 14 سنة لو ما ظهرش الاعراض ديت ساعتها ما نبتل نقلع بقى من مشاكل الكرومتومات والاخبطة المادة الوراسية زي مثلا حاجة اسمها تيرنار سندرومت متلازمت اعراض تيرنار متلازمت اعراض تيرنار دي ما بقاش فيه اي هرمونات فيها خالص ما بيظهرش العراض التانوية ديت ما بيظهرش للثالث دورة الشهرية تمام لكن حلوة لكن ايه اللي ممكن بقى يعمل ده اصلا يا دكتور يعني احنا تكلمنا فيه نسب دهون هل مثلا مشكلة فيه المبيضين عند البنت هل فيه مشكلة في الرحم هل فيه مشكلة وراثية يعني ايه المشاكل اللي ممكن تبقى السبب لتأخر نزول الدورة الشهرية عند البنت مثلا انا قلت لحضرتك احنا ممكن يكون مشاكل لوت كروموسومات ممكن تبقى نخبطها في اي ادوية مثلا تاخد ادوية ممكن بعد شر الاطفال اللي بيبعندهم مثلا او راهم وبياخدوا على كيماء ومسلا ممكن مجيبهمش دورة ممكن مشاكل في الغدى الدراقية ممكن مشاكل في الغدى النخمية اللي هتفرز هرمون اللي ببعا بيها تتفرج بزيادة بسيانشات زيادة جدا فيه حاجة ماء دينوما بيه تفرج الهرمون ده بزيادة جدا دي ما تنزلهاش برضو دورة شهرية فيه بعض البنات مهم جدا برضو حيانا بيجيلهم عدد دورة شهرية كل شهر وما تنزلش الدورة تمام